وقد أكد البيان الختمي لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أن تحرك دولهم سياسيا وعسكريا جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ضد ميليشيات الانقلابيين الذين قاموا بالانقلاب العسكري لاختطاف الدولة اليمنية واحتلالهم للعاصمة صنعاء وانسجاما مع قرار مجلس الأمن 2216 كما دان المجتمعون ما تقوم به ميليشي الانقلابيين من قتل للشعب اليمني وتعريضه للجوع والخوف والمرض وتهديدهم لأمن واستقرار دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين والملاحة البحرية في باب المندب الذي يعتبر من أهم المعابر المائية في العالم وعبر المجتمعون عن إصرارهم على التصدي للممارسات العدائية لميليشيات الانقلابيين ووقوفهم مع الشرعية اليمنية والعمل على مواجهة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى وصون أمن دول المنطقة والاستقرارها وأكد المجتمعون أن العمليات العسكرية للتحالف ضبطة ومتماشية مع القوانين الدولية والمتعارف عليها بما في ذلك القانون الدولي والإنساني وقد رفض المجتمعون ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوية المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادري في السادس من أكتوبر الجاري والأجزاء التي تحمل معلومات وبيانات غير صحيحة معربين عن تحفظهم الشديد على تلك المعلومات والبيانات دعينا الأمم المتحدة لمراجعة آديات وأدوات التقصي ومشيدين بالأجزاء التي تتعرض للتشويه التي لم تتعرض للتشويه والتي أنصفت الإجراءات التي اتخذتها دول التحالف لضمان حماية المدنيين كما أدان المجتمعون بأشد العبارات الدورة السلبية الذي تلعبه إيران في دعم ميليشيات الانقلابيين ومدهم بالأسلحة والدخائر والصواريخ الباليسية والألغام في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وأحملت النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العابة بأمن المنطقة منددين بالانتهاكات السافر لميليشيات الانقلابيين لحرمة المقدسات الإسلامية بالسهدافها لقبلة المسلمين في مكة المكرمة بالصواريخ هذا واستنكر المجتمعون ما تقوم به ميليشيات الانقلابيين من ممارسات إجرامية مثل استخدام الأطفال في النزاع المسلح وتدريبهم وضمهم إلى صفوفها وفرض حصار على المدن ونهب المساعدات الإنسانية ما أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في صفوف المدنيين وأكد المجتمعون على التزام دولهم التام بالسمرار تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني مثمنين الدورة الإنسانية الكبيرة الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية موربين عن شكرهم لما قدمته دول التحالف من شهداء وتضحيات ومساعدات إغاثية وإنسانية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما عبرت دول التحالف عن تأييدها للجهود التي يبدرها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد السنادا على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ورفضها فتح أي ممارسات موازية تضعف جهود الأمم المتحدة واتفق المجتمعون على ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين بدعم من إيران وحزب الله وعبرت دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن أهمية العمل على إعادة إعمار اليمن مثمنين إنشاء صندوق إعمار اليمن الذي التزمت وتعهدت عدة دول بدعمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر